موسيقى 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 اهم شي يكون سلاحك الاول تاخده بعد كده عندك 15 ثانية انك تدمج العدو تقدر تسوي على البوتات مثل انا ما سويتها الان شفتوا كيف سويتها على البوتات طيب في التحدي الاول المرحلة الثانية يقولك ادخل انواع مختلفة من المركبات في مواجهة واحدة عدد ثلاثة هذا التحدي جدا سهل كل اللي عليك انك تدخل ثلاثة مركبات يعني زي كده واحد تطلع عندك اتنين وهذه ثلاثة اتسوي معنا التحدي تقدر تسوي التحدي هذا شوف خلينا بيين لكم افضل الاماكن اللي فيها سيارات بشكل كبير عندكم المنطقة هذه تمام هذا المكان وعندكم الميجا فيها سيارات مرة كثيرة في عندك هذه المنطقة اللي انا فيها كمان وعندك المنطقة هذه فيه ثلاثة سيارات او اربع سيارات وكمان عندنا في المروجة الواسعة فيه ثلاثة سيارات قريبة من بعض مو ضرور انه يعني انت حاولوا انكم تجربوا طريقة واحدة في بعض الاحيان تنزلوا في مكان تحصلوا سيارات نفس الشكل لكن تلاقوها ثلاثة سيارات يعني نفس هذه السيارة ثلاثة فإن تحاولوا أنكم تجربوا وتدخلوا ثلاثة سيارات تزبط معاكم التحدي دائما التحدي هذا يزبط لكن إذا ما زبط فأدخلوا ثلاثة سيارات مختلفة نفس أنا ما سويت في التحدي طيب في التحدي الثاني المرحلة الأولى يقولك اجمع أسلحة من ندرات مختلفة من لاعبين تم تصفيتهم عدد خمسة كيف تسوي التحدي هذا الآن إنت ما تكتل أي عدو بتنزل منه أسلحة بيطيح منه أسلحة تمام زي كده يطيح منه سلاح هذا السلاح مثلا ندرة غير شائع أخذته ينحسب معك واحد تمام البطات ما ينحسب معهم لازم أعداء طيب في عندنا الندرات الخمسة يش هي عندنا البنفسجي اللي هو الملحمي وعندك هذا غير شائع اللي هو الأخضر وعندنا النادر اللي هو الأزرق وفي عندنا الأبيض اللي هو الشائع وفي عندنا باقي الندرتين إضافية اللي هي الأسطوري الدهبي والمثيك الخرافي فكل عدو إذا أنت قتلته طاح منه ندرة مختلفة تشيل الندرة معاك ينحسب معاك واحد تمام مو ضروري تجمعها كلها في جيم واحد لا يعني مثلا نزلت جيم قتلت واحد طاح منه ملحمي أخذته ينحسب واحد ندرت من الجيم ودخلت جيم تاني قتلت واحد طاح منه الغير شائع وشلته ينحسب واحد فهمتوا كيف؟ والأعداء مو ضروري أنك انت اللي قتلتهم لا يعني مثلا لقيت أسلحة طايحة في الأرض من واحد مكتول إذا أنت أخذته ينحسب معاك فالمطلوب منك خمسة ندرات مختلفة هتسوي التحدي طيب في التحدي الثاني المرحلة الثانية يقولك افتح الصناديق المكشوفة وبعد الحصول على نقطة الاستحواذ عدد ثلاثة كيف تسوي التحدي هذا؟ نقطة الاستحواذ اللي هي هذه أول ما تحصل على نقطة الاستحواذ ركزوا معايا تم الكشف عن الصناديق شايفين الصناديق اللي تم الكشف عنها اللي جاءت لونها ذهبي هذه الصناديق اللي مطلوب انك انت تفتحها مطلوب منك ثلاثة تقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد يعني اذا انت فكيت مثلا صندوق او صندوقين وجاء واحد قتلك انزل ثاني مرة في اي منطقة ثانية واحصل على نقطة استحواذ ثانية وافتح الصناديق يتكمل معاك التحدي طيب في التحدي الثالث المرحلة الاولى يقولك الحك الضرر بالخصوم قبل اغلاق دائرة العاصفة الثانية عدد الفين دمج يعني قبل ما يقفل معاك الزونة الثانية عندك الزونة الاول يقول اذا قفل تقدر تسوي التحدي اذا قفل الثاني ما تقدر يقولك قبل ما يقفل دائرة العاصفة الثانية يعني تقريبا عندنا ثلاثة او اربع دقائق تمام فتقدر تسوي التحدي هذا على البوتات نحسب معاك لاحظوا معايا شوفوا بنحسب معايا مطلوب منك الفين دمج تقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد في التحدي الثالث المرحلة التانية يقولك احصل على تصفيات متتالية على لاعبي العدو دون ان تفقد الصحة عدد اثنين كيف تسوي التحدي هذا المطلوب منك انك انت تقتل اثنين من الاعداء وراء بعض بدون ما دمك انقص فهمتوا كيف يعني بدون ما تتدمج نهائيا يعني عندك مثلا زي كذا هذا عدو انت قتلته فتقتل اللي بعده بدون ما تتدمج اذا قتلت واحد وواحد دمجك تيجي تقتل الثاني ما ينحسب معاك التحدي مو ضروري انك انت تسوي هذا التحدي من بداية الجيم لا يعني في نص الجيم في اخر الجيم عادي قتلت الاول وقتلت التاني على طول وراه ودمك فل انحسب معاك التحدي اهم شي تقتل الاثنين ورا بعض ودمك فل ما ينقص ولا شي منه فهمتوا كيف حينحسب معاك طيب في التحدي الاخير وعليه ليه في الكامل ركزوا معايا في التحدي هذا تمام يقولك اقطع مسافة ما لا يكل عن اربع فتحات تخزين فارغة مسافة 1337 متر كيف تسوي التحدي هذا يقولك يكون عندك اربع فتحات تخزين فارغة التخزين اللي هي هادي كل اللي عليك انك تفضل اشياء هادي يعني الان عندنا واحد فارغ واثنين وثلاثة واربعة تمام بعد كده تقطع مسافة اي مسافة تقطعها انحسب معاك التحدي فهمتوا كيف ضروري يكون عندك اربع فارغ تقدر تسوي التحدي هذا عن طريق الريفت اللي موجود هنا ركزوا معايا فيه هنا وفيه عندك الريفت اللي موجود في هذا المكان هنا وتقدر تستخدم المقنسة وتقدر تستخدم السيارات المهم تقطع مسافة 1337 متر وعندك اربع تخزينات فاضية تقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد فهمتوا كيف هذه كانت جميع التحديات الاسبوع الثامن كده وصلنا النهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وان شاء الله يتقابل المقطع آخر وفامان الله اشترك في القناة